بسم الله الرحمن الرحيم حبيب تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أعوني ماذا خلقوا من الأرض أن لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أحداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتنى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريتم فلا تنكون لي من الله شيئا وهو أعلم بما تفضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من أنسل وما أدري ما يفعل به ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفوتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبوتم إن الله لا يهدي القوم الوالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفق قليل ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لأنذر الذين ظلموا وغشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبلوا عنهم أحسن ما عمروا ولتجاوزوا عن سيئاتهم ولتجاوزوا عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لي وآل بيه أفل لكما أتعبا لي ميئا أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيفان الله وهما يستغيفان الله وعلك آمن إن وعد الله حق آمن إن وعد الله حق قم فيقول ما هذائل ما أساطير الأولين أولئك الذين حفق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا ولي وسيهم أعمالهم وهم لا يظلون ويوم يؤرض الذين كفروا على المار وإنهم أن أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها واستمتعتم بها فاليوم تجدون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أن لا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم وقالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا وقال إن كنت من الصادقين وقال إن من علم عند الله وهو بلعكم ما أوسلت به وأبيضكم ما أوسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارض مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منصرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدنجر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا نرى إلا مساتنهم كذلك نجد القوم المهمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه واجعلنا لهم سمعا وأمصارا وأفئذة فما أغنى عنهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئذتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله إن كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهدئون ولقد أدلتنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين استخلوا من دون الله قربا من آلهة وذلك إفقهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الدين يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قوم ما إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا ما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داي الله وآمنوا فيه يغفر لكم من ذنوبكم وآمنوا فيه يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لا يجب داي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ما لم يأهي بخلقهن بطادر على أن يحيي الموتى بدا إنه على كل شيء قدير ويوم يغرض الذين كفروا على النار وليس أليس آباد الحسط قلوبنا وربنا قَالَ فَذُوقُوا العَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ تصبر كما صبى أولو العزن من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لن يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهدف إلا القوم الفاسقون